تحياتي وأهلا بكم معايا في فيديو تاني سريع جدا زي الفيديو اللي فات هكمل فيه الحديث مع الأصدقاء اللي لم يتم اختيارهم للهجرة العشوائية السنة دي دي في توني 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 تري طبعا أنا كنت عايز تسجل الفيديو ده مبارح بس أنا بصراحة كنت زعلان يعني أنا ليه أصدقاء كتير كانوا مقدمين وعشان للأسف لم يحالفهم الحظ أنا كنت متدايق طول اليوم ومعرفتش تسجل الفيديو وأنا مش جاي النهاردة أقول لأي حد أنه ما يزعلش أو ما يضايقش لا أنت من حقك أنك تزعل لأنك حاطت أمل كبير على الموضوع ده وما حصلش نصيب لكن الرسالة اللي أنا عايز أوجهها لك هي أرجوك ما تطولش في مرحلة الزعل أنا مبارح وأنا زعلان خرجت من البيت رحت الجيم وبعد كده نزلت أعمل مشاوير حاولت أشغل نفسي وأشغل وقتي بأكبر كم ممكن من الحاجات علشان أريح بالي من التفكير في الموضوع وأرجوك أنت برضو أعمل كده الفيديو بتاع النهاردة من غير منتاج كله حيكون كلام يعني من القلب ليك مش مرتب ولا حاجة ولكن دي رسالة اللي أنا حابب أني أوجهها لك طبعا مبدئيا قدم السنة الجاية ما فيش أي مشكلة جماعة تأكد أن ده نصيبك يمكن لقدر الله لو كان طلع نصيبك السنة دي أنت وأسرتك كان ممكن يبقى فيه مشكلة كبيرة في انتظارك أنا أعرف يعني واحد عنده دلوقتي 13 سنة أنا مش هاول على طفل لأنه هو راجل لكن أول لما جي أمريكا كان عنده يمكن 10 سنين عمل حدثة بالعجلة عشان ما كانش جاهز أنه يفهم الطرق والعربيات بتمشي إزاي عمل حدثة بالعجلة ودخل المستشفى وإيديك كسرت وأنا لغاية النهاردة يعني ساعات بيجيلي كوابيس من سماع صوت صريخه في المستشفى وهم بيرجعوا العظم مكانها أنا جريت من القوضة لغاية باب المستشفى ولسه سامعه وهو بيسرخ يعني عايز أقول لك أنه ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة كانت تكون في انتظارك السنة دي فأرجوك ما تزعلش قوي يعني ازعل شوية لأنك أو يعني تم تأجيل الهدف بتاعك ولكن برضو في نفس الوقت تقدر تقول أنا أقدر أكون جاهز أكتر أتعلم أكتر وعشان كده أنا بوعادكم أن احنا هنكمل المشوار مع بعض مش معنى أن انت مستبرتش السنة دي أن انت خلاص مش هتسافر لا أوعادكم أن احنا هنشتغل طول السنة اللي جاية دي على طرق تانية تقدر تسافر بيها لأمريكا أو لأي حتة بالعالم تغير الواقع بتاعك هنفضل يعني نجهز بعض ونشارك بعض بالتجربة علشان لو جيت السنة الجاية تكون جاهز أكتر يمكن لو جيت السنة دي يكون يعني في انتظارك مشكلة مالية تصرف عليها فلوس كتير أو لقدر الله يعني ما حدش اكتب على حد تفقد حد من أسرتك ليه المخدرات ولا للسجون السجون هنا مليانة ناس بتيجي يعني الأسف بتوسيق التصرف يمكن انت تلافيت كل المشاكل دي وجهزت نفسك أكتر للسنة الجاية بدلا ما كنت تنتيجي السنة دي هتصرف فلوس قد كده أو هتحوش المبلغ الفلاني يكون ده استثمار للمستقبل لان انت لما تيجي السنة الجاية تعوض المبلغ ده كله وأكتر ويكون في انتظارك فلوس أكتر وتاخد خطوات أكبر وأسرع لأنك جهزت نفسك وهي دي الفكرة جماعة خد الوقت ده اوعى تقعد زعلان فترة طويلة ابدأ على طول من دلوقتي خلاص انت نزلت خرجت مع صحابك وغيرت جو وبكرة الشمس حتطلع أو عيدك النهاردة لو كان يوم غيوم والشمس يعني دنيا مضلمة وشتة بكرة الشمس حتطلع دي سنة الحياة مفيش حاجة بتفضل على حالها انت كمان لازم تقلع النظرة السودة دي وتبدأ من بكرة تشتغل وتشوف اعمل أهداف صغيرة لنفسك أوكي هشتغل على اللغة بتاعتي عشان أبقى جاهز أكتر أجيب وظيفة أحسن هتعلم مثلا كودنج برمجة ومشارف إيه هتعلم حاجة حرفة بإيدي لو جيت هنا وعندك حرف التصليح العربيات هتبقى مليونير في خلال مثلا خمس سنين خمس سنين وانت بتتعرف تصلح عربيات هتبقى مليونير أوعدك فابدأ اشتغل من دوقتي اعمل خطة من دلوقتي لغاية شهر عشرة اللي جاي لما يجي معادة التقديم معاك ستة شهور هشتغل على واحد اتنين تلاتة اربعة وحط أهداف صغيرة المشكلة ان انت بتحط البيت كله في سلة واحدة زي الكليشي المعروف انت قلت خلاص اللي حينجدني من الحياة هو السفر لامريكا ولكن ده كان استسهال منك لان انت بصراحة ما عملتش حاجة تمالية اخدت منك ربع ساعة وودتها اونلاين وسبت بقى الموضوع وسايد بقى الناس هي اللي ايه تجي لك لغاية عندك وتقول لك تعال انت كده استسهلت اخدت شورت كات ولكن في الحقيقة انت وراك شغل كبير لان حتى اللي تم اختيارهم ورسالة مش بس للناس لما تمش اختيارهم حتى لو انت تم اختيارك انت لسه قدامك شغل طويل كل الشغل لسه قدامك انك تيجي وتثبت نفسك وتتعب وتتبهدل وتتكحرط في الاول ويتم اختبارك زي ما بقول دايما لغاية ما توصل لتحقيق اهدافك فالشغل كله لسه قدامنا جماعة محدش يقول كده خلاص انا رميت الفوطة زي ما الناس بتقول ومش هكمل بقى المشوار لا ابدأ اشتغل من دوقتي وحط اهداف اوعدك ان اوكي انا قلت الفيديو مش ممنتج وعشان كده الكلام يعني مش مرتب الرسالة اللي وصلتني النهار ده الصبح ووصلتني الرسالة الاخرى من الصديقي اللي قدم تمان سنين وتم اختياره بعد السنة التمنة انا مش متخيل هو رد فعله ايه بعد كل سنة تمان سنين بيقدم تخيل انت بتقعد مع الشخص ده بعد كل سنة اقول لك ما حصلش نصيب ويبقى زعلان ومداء السنة اللي بعديها تمان مرات يا شيخ تمان مرات شوف شوف تخن جلده انك تبقى يعني انك بالدنيا يعني ايه ما تمرمطكش كده وانت رايح جاي معها وخلاص انت ما فيش مشكلة ما تمش اختيار السنة دي حشتغل واجهز نفسي وابقى جهز اكتر للسنة الجاية عشان احقق اهدافي بشكل اسرع انت ممكن تيجي السنة دي تقعد عشر سنين على ما يبقى مسلا مرتبة كويس ممكن تيجي السنة الجاية تكون تعلمت واستثمرت السنة دي تبقى في خلال خمس سنين في مكان احسن من اللي انت كنت عليه وده بينقلنا جماعة الفكرة التغيير في ناس كتير بتحلم بموضوع الهجرة عشان بس هي الحاجة المتاحة قدامها ولكن في الحقيقة انت نفسك في التغيير انت نفسك تغير حاجة في الواقع بتاعك دلوقتي ابدأ بحاجة صغيرة لو انت في اي محافظة في مصر او في بلدك في الشرق الاوسط انقل محافظة تانية وشوف فيها شغلانة غير الواقع بتاعك ولو بحاجة صغيرة لو انت في علاقة سامة مع واحد او مع واحدة لو انت يعني مع واحد او انت مع واحدة او مع اهلك حاول تغير علاقات السامة دي وتطردها من حياتك اتعرف على ناس احسن حسن من نفسك وغير من الوضع اللي انت شغل عليه فين يا جماعة الهوايات هواياتك اللي انا بفكرك بها باستمرار عشان تديلك طاقة ايجابية في الحياة غير اي حاجة من الواقع اللي انت فيه بدل ما بتنام بالليل متأخر نام بدري واسحة بدري بدل ما انت ووزنك زيادة روح الجيم او انزل تماشى في الشارع او اعمل اي حاجة غير الواقع اللي انت فيه واعمل اي حاجة ايجابية صغيرة تنقلك خطوة خطوة الحاجات الايجابية دي جماعة بتبنيك لفوق زي بتفضل تتراكم على بعضها خليك تاخد خطوات كبيرة غير حاجة في حياتك انت انا عارف انت كنت عايز تسافر وده التغيير اللي انت كنت تطمح ليه ولكن انت تقدر دلوقتي تحط ايدك على حاجات تغيرها في حياتك تنقلك خطوات للمستقبل فارجوك ما تفقدش الامل خلاص شهر اكتوبر على الابواب الاصول لو انت بقى بجد يعني اللي هينجح من الناس اللي بتسمع الرسالة دي اللي هينجح منكو مش الشخص اللي هيستنى شهر اكتوبر ويقول قدم وخلاص وزي ما تيجي الشخص اللي هيشتغل من دلوقتي اللي هيبدأ يبزي المجهود ده اللي هيكون الفرق ممكن واحد بياخد خطوات يعني بطيقة واحد تاني بياخد خطوات كبيرة اللي بياخد خطوات كبيرة ده لما ييجي وتيجي فرصته يبقى جاهز لها يبقى مستحق لها يحقق نتيجة احسن انا مرة تانية يعني بقول لكم عليش ازعل من حقك ما تسمعش كلام حد يقول لك ما تزعلش وكبر لا ازعل بس ما تطولش في الزعل خد النهاردة وبكرة وبعد كده خلاص من بكرة نشتغل مع بعض نشتغل مع بعض هكلمكم عن فيزا الام وان وعلى فكرة يا جماعة هحطه في سندوق الوصف رابط فيديو انا اتكلمت فيه السنة اللي فاتت كده برضو رسالة لكل الناس لما نكحدش بس كان فيديو ساعة ونص طبعا ما كنتش عايز اطول عليكم بشكل ده بس عايز يتابع الفيديو ده ويسمع اكتر ويتناقش معايا اكتر في الموضيع اللي انا اتكلمت فيها عن الناس اللي ما فازتش السنة اللي فاتت يروح يبص على الفيديو ده ويديل وقت ويقضي معايا وقت اطول لكن كمان الناس اللي نكحت والناس اللي عندها افكار مش كل الناس زعلانا فيه ناس ما نكحتش ولكنهم عاديين ويعني وما فيش مشكلة نساعد بعض في التعليقات سبولي في التعليقات تحت ونساعد بعض مايبقاش كله يالحمل علي كلنا نساعد بعض ونقول اوكي هتعمل ايه انت انت راجل ما نجحتش وقوي وصلب وجلدك تخين ما فيش مشكلة قل لنا في التعليقات هتعمل ايه هتجهز نفسك ازاي تمام علشان كلنا نستفيد كلنا نساعد بعض كلنا نشد البعض الفوق وزي مع الشخص اللي بعتلي رسالة ده وقال لي تمن سنين وهو بيقدم اتمنى لكل واحد في كل سنة الجاية يبعت يقول لي انا قدمت سنة واتنين وثلاتة وعشرة واستنادي جي نصيبي بس انا استنادي جاهز اكتر انا جاهز ان اخد خطوات اكبر عشان اوصل لهدف اسرع تمام بقدم لكم تحية كبيرة معلش لو طولت عليكم ولكن طبعا يعني حظ اوفر لكل الاصدقاء وان شاء الله يعني يكون كل الخير في انتظاركم في المستقبل واشوفكم في الحلقة الجاية سلام